بسم الله السلام عليكم بسم الله تكونوا بخير وعلى خير وفصحها جيدة وفي أحسن الأحوال إن شاء الله اليوم غادي نعطيكم طريقة تحضير الحريرة طبيعة الحريرة كل شي كي عرف يحضر الحريرة أنا غادي نعطيكم الطريقة ديالي الخاصة وبعد الأسرار لنجاحها وكتجي لديدها بالساف الساف يعني الحريرة بشهادة الجميع إنها كتجي رائعة في الماطق ما نطورش عليكم ونخليكم تشوفوا الفيديو حتى الآخر فبنسبة للمقاطرة للحريرة كيف ما قلت لكم أنا عندي واحد كمية ديال الحمص ديالي عندي مسلاق فما غاديش نديره في الأول نخلي حسن لقرب الطب الحريرة عندي كمية ديال العدس واحد لبصلة كبيرة مشاول دا رقيق عندي واحد الربطة صغيرة قريبا ديال الكرافس نقطع صغير وعندي داك السيقان ديال الكرافس كنديرهم في الحريرة كي يعطي واحد لدى رائعة واحد لغوزوين كمية عندي ديال القزبر ومعدنوس نقطع رقيق عندي أنا السلصة ديال الطماطم جاهزة ممكن أنكم تستعملوا الطماطم اللي كتستعملوا في الحريرة حال بحال هنا عندي واحد السر أنني كنضيف واحد جوج عويدة صغير ديال القرفة وكنضيف معلقة صغيرة هذي السمن القرفة كنتعطي واحد لدى رائعة للحريرة هذا هو السر باش كنشي الحريرة لديدها بالساف عندي ملح بزعر وشوية ديال الفلفلة حمرة حتى هي كنديرها في الحريرة كنتشي رائعة وكنكن قويش من الناير واحد كمية قليلة كنتعطي لغوزوين زيان بالساف وعندي واحد شوية ديال سكينشبير صافي وشوية ديال خرقوم عندي واحد لعدائمات وشوية ديال قطع ديال الحم قطع صغير يعطو كباش كتل القلوقو وذي كل اللعدام سافي كناخد الكوكود تيالي كنضيف لها أنا ما كنقليها ما تشي حاجة كيلي كيقلي الحريرة كيقليها تشحر شوية كيضا في الماء وانا كنضيف كل شي دفعة واحدة يعني ما تتعدبوش معا نهائيا كناخد المقادر اللي عندي لفك تشوفو ويما بقوا معي وتشوفو الفيديو ان شاء الله جما معي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صغيرة كعطواP كنضيف توابين ушمن ودفعة واحدة كل شي مرة واحدة سوف نضيف التوابين اللي عندي كلهم نجمعها لقم كل الحاجة نجمعها لقصغر سوف نضيف سكينجبير سوف نجمعها لقصغر كيف ما قلت لكم نضيف الملح لحسب الطوق وعندي الماء عندي هنا غليان كنضيف منه كيميات تقريبا واحد اطرانس دي الماء يكون مغلي مرة واحدة نضيف فوق النار حتى تقرب الطيب وعندي نضيف الحمص اللي عندي طبيعة الحال لكن عندكم الحمص غير مفسخ ما مسلوق ما ولو نضيفه في الاول كيف ما معروف سوف نضيف فوق النار حتى تقرب طيب تقريبا وعد في ربع ساعة الاخيرة نضيف الحمص سوف نحركها لا تشي حاجة حتى نحل عليها أنا من بعد ما حليت علي الحريرة سوف نضيف الحمص قبل حليت عليها صفرها طابت نحركها شوية باش ما تلسقش ليه في القاعر دي العناء وأنه سوف ننخلق التضوير لنا ودور بها الحريرة سوف ننخلق تضوير الحريرة وفي قامت الفتحيرك المستمر اللي ارتبط على الفتحيرك السابق يلسق لنا في القاعر دي العناء يلسقه على الجميع نضيفه هنا في هذه المرحلة تحريك المستمر من بعد حتى تحيد لنا واحد الكشكوشة وحضر رغوة تكون الفوق ستحيد يعني سوف يظهر أن هذا الدقيق له طعب نضيف الشعرية شوية فقط منها ونحرك تحريك المستمر يعني لا نحيده على اليناء نبقى واقفين حدا ونحركه حتى كنت تنساجم التضغير مع الحريرة وكتحيد الرغوة التي تكون من الفوق وفي نفس الوقت من بعد كنت نحيد هدوك استقان دي الكرافت ليدرس سوف نحيد هم وكن نحيد هدوك العضوية ماز سوفي ونطلقها وإن شاء الله باش نشوفو شكل نهائي ديالها هنا سوفي طابت كيف كتشوفو عفوان غدي نضيف هنا اسمح لي غدي نضيفها البيضة ونطلقها وإن شاء الله باش نشوفو شكل نهائي هذا هو الشكل نهائي ديال الحريرة اللي وجدت معكم اليوم صدقوني أنها بدون مبالغة تجي حريرة رائعة بمعنى الكلمة يعني صراحة حريرة رائعة بمعنى الكلمة يعني كتعطي الريحة ديالها من بعيد الحريرة كتشهي صراحة نتمنى أنكم نجربوها وتعجبكم ودائما اللي ما تشتركش عندي في القناة تشترك عندي واللي كيشوفني أول مرة ودائما تشجعوني بلايك ودائما أنا في انتظار أراءكم وتعليقاتكم واقتراحتكم ودونتم في رعيات الله وإلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله